موسيقى في اليوم الحادي عشر من الحملات الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر تعهد المترشح عبدالقدر بن كرينا من المدية بترقية المصالحة الوطنية لإرجاع الحقوق لأصحابها مع مراعاة مصلحة البلاد أتعهد بأنني سوف أرقي المصالحة الوطنية لإرجاع الحقوق للجزائريين اللي كانوا ينتموا إلى أحزاب أولاد اشتيلات ولكن منحوا من حقوقهم من ظروف العمل من جوازات السفر من حقوقهم الاجتماعية وجميع الحقوق اللي لازم يتمتع بها كجزائريين وكجزائريات وأننا سوف لن نفرق بين جزائري وجزائريا إلا بولائه للوطن رجل الأول في حركة البناء الوطني أكد أن أولى قراراته بعد وصوله إلى قصر المرادية إطلاقوا صراح بما سماهم معتقلي الحراك الشعبي شباب صغار مغرر بهم من شباب الحراك داروا أي تصرف وهما صغار لازم تطلق الحرية التاحة لأن الدولة كانت رحيمة ودارت مصالحة مع اللي يهزوا السلاح فلا بدت تكون رحيمة مع أبنائها اللي يختلفوا في مواقف بن جرينا جدد التزامه بالتوزيع العادل للطروة على مختلف شرائح المجتمع وتوفير مناصب الشغل ومحاربة الفساد وفق استراتيجية وضح معالمها في برنامجه الانتخابي اشتركوا في القناة